ينضم الآن من تونس الكاتب والبحث السياسي أبو بكر صغير سيد أبو بكر أهلا بك معنا إذن قمة أو قمة تونسية أوروبية ما أهمية هذه القمة سيد أبو بكر اليوم بالنسبة لتونس سواء كان على الصعيد السياسي المالي والاقتصادي حتى مساء الخير هذه القمة الثانية لأن الأولى انعقدت سنة 2016 وتعد أوروبا الشريك الأساسي والأهم بالنسبة لتونس سواء فيما يتعلق بالمبادلات الاقتصادية والسياسية أو ما يتعلق أساسا بالدعم والمساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في تونس ناهيك سيدتي أن تونس هي أول بلد تقريبا منذ خمسة عقود دخل في شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي خارج الفضاء والمجال الحي والأوروبي تونس هي كانت البلد العربي والإفريقي والخارجي الأول الذي دخل في هذه الشراكة هذه القمة تكتسي أهمية بالغة خاصة بالنسبة للوضع الذي تعيشه تونس اليوم أنت رأيتي هذه رحلات المكوكية التي قام بها رئيس الجمهورية نفسه قبل أسبوعين كان في باريس في قمة خصصتها فرنسا لدعم الدول الأفريقية وكذلك رئيس الحكومة السيد الشام المجيشي الذي اتجه إلى ليبيا وكذلك أخيرا إلى قطر من أجل توفير الدعم المالي لتونس هي بأشد الحاجة إليه لعلى الأقل فيما يتعلق بمصارها الأنماء وحتى بالحياة اليومية للتونسيين لأن الأزمة المديونية في تونس بلغت درجة خطيرة وكذلك ميزانية الدولة تعاني عزا كاملا لم يسبق أن عرفته تولى تاريخها والخبراء الاقتصاديون يقولون أن هذه الأزمة هي الأخطر التي تعيشها تونس منذ الاستقلال وبالتالي في الملجأ هي أوروبا التي كانت دائما واقفة بجانب تونس ورئيس الدولة الذي يتجه اليوم تفضلي بالتالي هنا تطلع لدعم أكبر بالنسبة لتونس على الصعيد الاقتصادي والمالي على الأقل سيد أبو بكر من قبل الاتحاد الأوروبي ولكن قد يكون بمقابل ليس كذلك ماذا على الصعيد التعاون بين الجانبين في عدة ملفات منها الهجرة محاربة الإرهاب والتطرف أيضا المقابل واضح وقد تم الإعلان عنه يوم أمس لأن هناك حدث أوروبي حصل أمس عندما صادق البرنامج الأوروبي ولأول مرة عما يسمى بصندوق أوروبا العالمية بمبلغ بميزانية تقريبا 79.5 مليار أورو وهذا رقم ضخم جدا سيخصص لدعم البلدان جنوب أوروبا والبلدان الأفريقية وكذلك البلدان الفقيرة التي في حاجة إلى هذا الدعم وقد تمت الإشارة في بيانة تأسيس لهذا الصندوق العالمي أوروبا العالمية أن أوروبا الهدف منه أساسا هو نشر القيم الأوروبية المتعلقة أساسا بحقوق الإنسان والديمقراطية وبالتالي فتونس هي المقابلة التي يجب أن تدفعه أن تنجح في عملية الانتقال الديمقراطي التي هي متعثرة اليوم وتونس بالفعل من خلال تقارير منظمات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان هي في تراجع كبير فيما يتعلق بالحريات وكذلك حقوق الإنسان وبالتالي فأوروبا ستحرس أن تعود تونس إلى على الأقل المرحلة مرحلة التأسيس الأولى التي تحولت إليها بعد ما حدث يوم 14 يناير 2015 من أجل بناء وحتى لجانب الأوروبي تحديدا موضوع الهجرة غير الشرعية نعم هذه الهجرة لقد تعرض إليها رئيس الوزراء الفرنسي الذي كان أول أمس وأمس بتونس وكان أحد المواضيع الرئيسية التي تم تطرق إليها خاصة من بلدين قريبين من أوروبا هي تونس وليبيا وأعتقد أن أوروبا بالفعل تريد أن تتجه إلى على الأقل اتفاق حول سياسة معينة بخصوص أن تلتزم تونس بالحد من ظواهر الهجرة خاصة أن التونسيين في أوروبا كانوا تسببوا في السنوات الأخيرة في عديد العمليات الإرهابية وهناك تخوفات اليوم أن يكون هناك مندسون الذين فروا من ليبيا بعد غلق المعسكرات أو من بعض الإرهابيين المطلوبين ويحاولون أن يمططوا هذه مراكب الموت ويتجهون إلى أوروبا خلصة وهذه تخوفات شرعية وبالتالي أوروبا ستحاول أن تنزل بكل ثقالها بخصوص هذا الملف ولكن لن يكون ألا بمقابل توفير على الأقل مجموعة من المشاريع الهامة التي بإمكانها أن تشغل هذه الشباب وتوفر له حد أدنى من العيش الكريم شكرا لك سيد أبو بكر الصغير الكاتب البحث السياسي كنت معنا من تونس شكرا لك برداد المنداقة شكرا لك بإمكانها